استطلعت دار الإفتاء المصرية هيلال شهر شعبان لعام 1443 هجرياً بعد غروب شمس اليوم التسع والعشرين من شهر رجب لعام 1443 هجرياً الموافق الثاني من شهر مارس لعام 2022 ميلادياً وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن غداً الخميس الموافق الثالث من شهر مارس لعام 2022 ميلادياً هو المتمم لشهر رجب وأن يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر مارس هو أول أيام شهر شعبان وتتقدم دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس السيسي متمنين له دوام الصحة والعافية كما تتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان دعينا الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعاً باليمن والخير والبركات والأمن والسلام